اشتركوا في القناة 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 محطوطة بفولدر معين بحيث انه يصير انا عندي هيك بيصير عندي ببلش يصير عندي موقع متكامل في عدة صفحات web ربطتهم ببعضهم خاصية التارجت هي بتحدد كيف هتفتح صفحة الويب اول شي في عندي البلانك هتفتح صفحة الويب بنيو تاب او بوابة جديدة بنفس المتصفح بينما على عكس تاق السيلف اللي هو هتفتح صفحة الويب محكان صفحة الويب القديمة اما البرنت فهو هيفتح صفحة الويب وحيركز انه تفتح بالمتصفح نفسه على عكس خاصية التق اللي هي بتفتح صفحة الويب بنفس المتصفح بس بتفتح لنا برنامج تاني فبتكون مستقلة عن كل شي موجود بصفحات web نحنا فتحناها تاق البيز هو تاق بيسهل عليه موضوع كتابة المسارات صفحات الويب لما انا مثلا عندي عدة صفحات web موجودين بنفس الفولدرز مغلا انا ما في داعي اكتب بكل مرة بخاصية href بدي اكتب مسار صفحة الويب من القرص الموجودة فيه لاخر مجلدية محطوطة بقلبه هذا الشي بيساعدني فيه تاق البيز تاق البيز بنحط في الهد سكشن بحط فيه انا المسار المشترك لكل ملفات الويب بحيث انه مثلا اذا كان عندي دي قرص دي فولدر ويب سايت هذا المسار موجود فيه كل صفحات الويب بعدين مثلا اذا انا عندي صفحة اضافية موجودة بقلب مجلد ثاني موجود ضمن الويب سايت فولدر فانا بمجرد ما احط اسم هاد المجلد بعدين اسم صفحة الويب بيمشي الحال وهيك ساعت انا مختصر علي وقت بكتابة المسارات الايميل اذا انا بدي اخلي المستخدم لما يضغط على قيمة نصية معينة بصفحة الويب يقوم يبعث لي ايميل هذا الشي عن طريق انما نحط بالاتشرف بخاصية الاتشرف منحط فيه الايميل المطلوب او الايميل اللي انا بدي اخلي المستخدم يبعث له رسالة هيك بها الحالة لما المستخدم بيضغط على الايميل او بيضغط على القيمة النصية بدي افتح له برنامج خاص بارسال الايميلات مثلا مثل Outlook وبيحط عنوان المرسل اليه الايميل المطلوب او الايميل اللي انا حطيته بخاصية الاتشرف الامنجلنكس لما اضغط على صورة انا بدي افتح صفحة الويب ما في داعي انا دائما استخدم النصوص ممكن انا عمدي صورة معينة لما اضغط عليها تفتحلي صفحة الويب هذا الشي يدمى لما بحط تاج ال img بين تاج الاه الفتح والتسكير وبحط تاج ال img بحدد اي ابعاد الصفحة وتصير لما اضغط على اي جزء من الصفحة تفتحلي صفحة الويب بل مطلوبة بينما في حالات انا بدي اضغط على جزء معين من الصورة بحيث تفتح لي صفحة الويب مثلا اذا كان انا عندي صورة لأربع اشخاص انا لما بدي اضغط على وجه الشخص معين بدي تفتح لي profilo يعني صفحة ويب خاصة فيه بينما انا اذا ضغطت على وجه الشخص ثاني بدي تفتح لي صفحة ويب ثانية فانا بهالحالة بيستخدم ال use map اللي هي خاصية بتاق ال image انا هون بيستغني نهائيا عن تاق ال a بيستخدم خاصية ال use map ال use map بحط فيها اسم الخريطة اللي انا بدي يحدد فيها ابعاد هذا الجزء اللي بدي خصصه لكيف تحت لي صفحة html بحط في اسم الخريطة بساعتها هون هون بيستخدم تاق ال map اللي بحط اسمه عن طريق خاصية ال name بحط اسمه هو نفس الاسم اللي حطيته بقيمة ال use map يعني اذا انا حطيت بال use map القيمة my map وما بنا بيجي للماب تاق ال map بحط خاصية ال name هي my map بحيس انه يصير في طرابط بين تاق ال map وخاصية ال use map بقلب تاق الماب انا بفتح تاق جديد اللي هو تاق ال area في الو اه اربع خاصيات بتحددلي هذا الجزء اللي بدي خصصه من الصورة اللي يفتح لي صفحة html اول شيء ال href اللي هو بيحددلي مسار صفحة ال web المطلوبة ال target متل ما حكينا بسلايد السابق ال shape اللي هو بيحددلي شكله شكل هذا الجزء ممكن يكون مستطيل ممكن يكون دائرة او ممكن يكون مضلع خماسي سداسي سباعي انا محددت الشيء الكورتز اللي هنا احداسيات النقاط المضلعات مثلا او احداسيات المستطيل اللي انا ممكن احددها عن طريق الارقام عن طريق ال position لكل نقطة هلأ لا نحكي اكتر عن shape و chords انا بخاصية shape في عندي اربع اثلاث قيم بقدر ادخلها اللي هي rect مستطيل circle دائرة وال poly اللي هو بيكون مضلع انا ممكن احدده شو ممكن يكون خماسي سداسي رباعي اي شيء الكورتز اللي هنه القيم الرقمية اللي بتمثل احداسيات من كل نقطة مطلوبة انا بخاصية المستطيل او بقيمة المستطيل انا بحاجة فقط تحدد ابعاد نقطتين اللي هي اول نقطة ال x1 y1 انا بحدد احداسيات النقطة بالمستطيل اللي فوق اليسار بعدين بادخل القيم الرقمية بتحدد موقعها هذا الشيء ممكن يتم عن طريق ادت برامج مثل مثلا الرسام اللي هو مو بس للكودينج فيه له IDE للتصميم وبالنقطة التانية هي بتكون بحدد احداسياتها اللي هي النقطة اللي بتكون تحت على اليمين اما لما انا بدي اختار شكل الدائرة فانا عندي ثلاث قيم لازم ادخلها اول شيء اول قيمتين هنا احداسيات مركز الدائرة ورديس هو نصف القطر بينما بالPoly فانا بمطلوب مني ان يحدد احداسيات كل رؤوس المضلع المطلوب حتى يتشكل عندي هذا المضلع وهلأ اجينا للقسم العملي من درسنا سننفذ كل شتاقات تعلمناها اليوم لدينا صفحتين HTML اللي هي New1.html و New2 سنضع روابط بقلب الصفحة الاولى بحيث تنقلنا للصفحة التانية اول شيء سنجرب text links بعدين سنجرب image links الصفحة الاولى هي ستكون صفحة فاضية سنضع اول شيء text link a tag href new2.html هون بما انه لدينا صفحتين الويب هنا بنفس الفولدر فما في داعي اكتب المسار كل ياته من اول جديد بيكفي ان اكتب اسم الملاف وهذا الشيء شفناه بخاصية src بتاق الimage وتاق الفيديو وتاق الاوديو بينما هون احنا لدينا خاصية href فمنتمنى ما نخربت بيناتهم بالنسبة لخاصية target سنجرب بداية البلانك اللي هي بتفتح الصفحة الجديدة ببوابة جديدة او tab جديد وما ننسى underscore لانه كثير من ممكن نسحى عنه وما نحطه ونستغرب انه ليش النتيجة المطلوبة ما حصلت فممكن يكون احيانا underscore هو السبب ونستغرب انه ليش النتيجة المطلوبة ونستغرب ونستغرب لنا صفحة الجديدة بينما اذا حطينا قيمة self ستفتح محل الصفحة القديمة ونستغرب الى ايميل لينك ونستغرب الى ايميل لينك ونستغرب الى اول شيء mail to ونستغرب الى ايميل بعدين نحن نحن نحط الايميل للمطلوب for example سيحطينا عنوان ايميل مثل ما انا شايفين سيفتح لي Microsoft Outlook اللي بيكون عنده طبعا جاهزة اعداداته فهو فورا هيفتح لي رسالة جديدة وحيكون المرسل اليه هو العنوان اللي حطينا بقودات HTML هلا هنبلش بالإيميل لينكس سنحط اول شيء href newto.html وهلا هنبلش بالإيميل وهلا هنبلش بالإيميل tag src image.pg width height height ونبلش بالإيميل ونبلش بالإيميل ونبلش بالإيميل ونقوم بإيميل ونقوم بإيميل ونقوم بإيميل ونفتح لنا صفحة HTML الثانية سنجرب هلا كيف ممكن نستخدم جزء محدد من الصورة لينقلنا لصفحة web الثانية هنشيل تاغل A هنضع خصية useMap هنضع myMap هلا بنفتح تاغل map خصية name ونضع ونضع هلا بإيميل تاغل map نضع area اللي هي ستعبر لي عن الجزء المخصص من الصورة href newto.html shape circle court وهنا نضع قيام بما أنه دائرة سنجرب 20 20 80 نلاحظ أنه جزء من الصورة هو كدائرة بينما هون نضغط ونفتح لنا صفحة ثانية ممكن نغير الشكل لrect نضع أبعاد ثانية نضع ملاحظ المستطيل هون فهو كثير صغير لأنه كعشرين نحن نحكي كنقاط بالعشرين والعشرات فهتكون المساحة كثير صغيرة نحن لما بكون عنا صفحة web فتكون المسافات أحيانا بالمية ممكن بالألفات إذا كان عندي من أول صفحة الأخرى موسيقى 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 وهيك ما نكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم تعلمنا اليوم أهم شيء بلغة HTML اللي هو اللينكس نحن فيه اكتشفنا أنه فينا ثلاث أنواع من اللينكس اللي هي text links هتكون على شكل نصوص الimage links ممكن نحول الصورة على رابط يفتح لي صفحة web ثانية أو ممكن نعمله كإيميل لينكس فممكن يرسلي رسالة إلى إيميل أنا بحطه ضمن كودات HTML تعلمنا كمان كيف ممكن نتحكم بكيفية نتفتح صفحة الويب الثانية وإذا كاننا بنا نفتحها بـ New Tab أو نافذة جديدة أو ممكن نخليها بصفحة الويب نفسها مكان صفحة الويب الأديمة آخر شيء تعلمنا كيف ممكن نحدد جزء من الصورة بحيث أنه ينقلني لصفحة الويب الثانية نتمنى تكون استمتعته اليوم نلتقي في الدرس القادم